تعالى كل الأحوال من ضمن الحاجات برضو اللي عايزين نقف عندها لأن هي كمان أثارت الجدل مبارح التكريم اللي شفناه كلنا طبعاً لمحمد صلاح اللي حصل قبل انتلاق هذه المباراة في ملعب أستاذ القاهرة في البعض من الناس شافت أن التكريم ده يعني كان ممكن يبقى أقوى من كده كان ممكن يبقى يعني بشكل ألطف بشوية من كده البعض شافت أن حتى التوقيت بتاعه يمكن ما كانش هو الأدسة ده دي وجهات نظر لكن في وجهة نظر تانية بتقول أن في النهاية ده تكريم مستحق للعيب مشرفنا ويعني محقق نجاحات مدوية في كل مكان وهو حديث ومحور اهتمام الصحافة الرياضية العالمية وبيتغنى بيه جمهور ليفر بول والجمهور الإنجليزي يعني نحن نتكلم عن لعيب استثنائي طبعاً أمر إيجابي جداً أن محمد صلاح دلوقتي يكون يعني هو اللي يعني بيتصدر اسمه كل المحافل ومعاه اسم مصر عشان كده مطلوب أن نحن نحافظ على وجهة الرياضة المصرية بشكل كويس جداً وكانت حنقول برضو إيه لقطة لطيفة فيه شيء من التحفزات على شوية تفاصيل متعلقة بهذا التكريم حتى فيما يتعلق بالدرع نفسه هو الدرع شوية هو بشكله مع جبنيش بصراحة يعني كان ممكن طبعاً اللفتة في غاية الاحترام وحاجة مستحقة جداً وهو يستحق كذلك وتاني هنرجع نقول الدعم المعنوي شيء مش رفاهية ده أمر لابد منه خصوصاً لما أنت يبقى عندك لاعب بحجم محمد صلاح لازم يحصل له تكريم ودي مش بس التكريم اللي حصل محمد صلاح في كل دول العالم النجم بتاع هذه الدولة لما بيحقق بطولات وزي ما بيتقال بيمثل بلده في محافل مختلفة فلازم بيتم تكريمه ده حصل يمكن مع صال ومع كذا حد تاني يعني ده أورادي بيحصل بس أنا حرجع وأقول تاني هي بس الدرع نفسه هو اللي شكله شوية مع جبنيش أو كان ممكن يتعابل أحسن من كده يعني على كل حال تكريم مستحق زي ما احنا قلنا وجود كمان دكتور أشرف صبحي أعتقد كده حاجة محترمة برضو لأن بتدي إين داريكت ماسجس كويسة أو يعني بشكل مباشر أو غير مباشر برضو رسائل كويسة